حطت طائرة المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتين كوبلر مطار القاهرة الدولي في زيارة تستغرق اليومين لبحث سبل تطورات الأزمة الليبية مع مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية وجماعة الدول العربية كوبلر قام بسلسلة زيارات للعديد من الدول لبحث المسجدات في الملف الليبي وسير العملية السياسية ونتائج اتصالاته بالفرقاء الليبيين والعمل على الوصول الى اتفاق سياسي المبعوث الأممي التقى خلال زيارته للقاهرة السفيرا لبيلد دولة الامارات عارف النايض وعقب على اللقاء بانه حدث تبادلا مهما للرؤى بشأن العملية السياسية بحسب تغريدة المبعوث الأممي عبر حسابه بتويتر هذه الزيارة سبقتها زيارة لقطر التقى خلالها بوزير خارجية القطرية بحثا تطورات السياسية في ليبيا التي وصفها بالمشجعة وفقا لما نشره كوبلر على حسابه الشخصي بموقع تويتر ثم طالب بعدها حكومة الوفاق المفروضة من الاستمرار في اداء مهامها لحين قيام مجلس النواب بمنح الثقة للتشكيلة الجديدة وفقا للاتفاق السياسية وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي واعطاء اوامره للمجلس الرئاسي كفرض نفسه وصيا على ليبيا المبعوث الأممي كوبلر واجه نقذا ورفضا شعبيا خلال مظاهرات خرجت مطالبة بتغييره كما طالب اعيان ووجهاء القبائل بالمنطقة الشرقية بتغييره لفشله في تحقيق اي توافق لبيا ابراهيم الحنبولي لقناة ليبيا الحدث اشتركوا في القناة